أعزائي المشاهدين أهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة في برنامجنا أنا وقريبي في بداية الحلقة أرحب بنيافة الأنبى مكسيموس أهلاً بحضرتك أهلاً بيك يا دكتور وأهلاً بكل متابعينا أهلاً بكم جميعاً كما تعودنا دايماً في حلقتنا بنستعرض مع حضرتك بعض القضايا المتعلقة بالإنسان ورحلته في الحياة علشان نقدر نوصل لي قعدة مشتركة فيها مفاهيم الإنسان يعني يجمع عليها وتوافق وياها حلقتنا النهاردة نيافة الأنبى حوالين مفهوم الشك ومفهوم الإيمان في المسيحية يعني إزاي المسيحية قدرت إنها تعبر من حالة الشك إلى حالة الإيمان وإزاي اتعاملت مع المشككين الأوائل والمشككين الأواخر اللي موجودين في حياتنا الآن وكيف نتعامل في حياتنا اليومية مع هذا الأمر فضل مجرمك هو إذا أردنا أن نتحدث عن الإيمان في المسيحية وأنا الآن أتكلم فقط بمنطق الإنجيل في التعريفات فنستطيع أن نقول أن عندنا نوعين من الإيمان النوع الأول هو العقيدة والنوع الثاني هو الإيمان بوعود الله ما معنى الإيمان بالعقيدة؟ يعني مثلا في الإنجيل أو في المسيحية الإيمان بمن هو المسيح الإنجيل قال صراحة والمسيح لو مجد قال صراحة عن نفسه أنه ابن الله وقد شرحنا نحن مرات كثيرة بلا عدد أن كلمة ابن الله لا تنتمي إلى أي علاقة نسبية بين جسد المسيح وبين الله لأنه جسد المسيح جسد إنساني مثل أجسادنا مخلوق من جسد عذراء مريم وأما الله فلا جسد له ولكن كما أسلفنا كثيرا أن ابن الله هنا هو النور شعاع النور المولود من النور في الذات الإلهية قبل كل الخليقة ما وجدت يعني ومن ثم فهنا أول مواجهة أول مواجهة المسيح حط القاعدة وقال إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي وهذا معناه أنه برهنا وقدم البرهان العقلي أولا لما هو الإيمان ودي حاجة أساسية مميزة جدا للإيمان في المسيحية الإيمان في المسيحية لا يفرض قمعا ولا ترهيبا ولا وراثة ولا أي شيء من مثل هذا الإيمان في المسيحية هو أولا قناعة عقلية وده ليس النص الوحيد اللي قال كده هنلاقي في نصوص العهد الجديد كثير من مثلا رسول فولوس صرنا نقنع الناس فالإقناع هنا هو إقناع عقلي ده نمرة واحد والإقناع العقلي مبني على البرهان الحسي وليس برهان نظري ومن ثم فقد أسس المسيح له المجد وتأسست بشارة الأناجيل على البرهان الحسي الذي يبرهن على أنه ابن الله بأنه يعمل أعمال الآب السماوي والتحدي اللي هو بيقوله إن كنت لست أعمل فلا تؤمن به يعني هنا ليس فقط أنه يبشر بالإيمان ولكن إذا ما شفتش البرهان واقتنعت به فلا تؤمن لا تؤمن إيمانا غيبيا لا تؤمن إيمانا خداعيا لا تؤمن إيمانا خرافيا وهنا تحول الاقتناع إلى يقين وتحول اليقين إلى امتلاء من اليقين هو ده الإيمان بقى يبقى إيه الفرق بين الإيمان واليقين والاقتناع الفرق هي ثلاثة مراحل للنمو ونضج الثمرة فبداية الإيمان العقلي المبني على البرهان الحسي وتصديق وقناعة العقل ثم حينما يتحول هذا الاقتناع إلى يقين اتكررت المشاهد وتأكدت صار يقين ثم يملأ اليقين قلب الإنسان ووجدانه وعقله قد صار بهذا الشكل إيمانا ده معنى الإيمان بالمسيح ولكن عشان تبقى الصورة متكاملة ينبغي أن نقول أنه الإنجيل حسب القديس يحن في الإصاح الأول عرف الإيمان بالمسيح بقبول المسيح فقال الذين قبلوه أي المؤمنين باسمه فهو وضح من هم المؤمنين هم الذين قبلوه القبول هنا ليس فقط الاقتناع العقلي ولكنه كما ذكرت الآن تحول إلى قبول قلبي أنه سدأت وقبلت وأحببت هذا الشخص فحينما يتطور الاقتناع واليقين إلى المحبة والقبول فهذا هو الإيمان بالمسيح هذا يختلف عن فكرة الإيمان بوعود الله الإيمان بوعود الله هو حياة المؤمنين أنه يعني ببساطة شديدة جدا ببساطة شديدة جدا يعني جميع المؤمنين موعدين من الله بالحياة الأبدي أو ما يسمى الجنة وجميع المؤمنين مسدقين أن الله سيهبهم هذه الحياة الأبدية أو الجنة طبعا سيكون الأمر يعني مثيرا للشفقة ومحتاجا إلى التفكير أن يكون المؤمن متيقن من أنه الله هيعطيه الحياة الأبدية أو هيدي الجنة وما حصلش في حياته ولا مرة خبرة حقيقية لأنه صلى واستجيبت صلاته وده محك تاني محك تاني لمعنى الإيمان أنه يعني البعض يتصور كده ببساطة أنه مجرد مسدق أن فيه ربنا ده إيمان هو إيمان بس في الحقيقة إيمان بيتفق فيه كل الخلائق ببفزلك الشياطين لأن الشياطين مسدقين فيه ربنا وده مختلف بقى عن المسيحية أن الإيمان بوعود الله هو بقى احنا قلنا الأولاني خبرة عقلية التاني بقى هذا الإيمان هو خبرة عملية خبرة عملية أنه الذي يعد به الله هو قادر أن ينجزه وخبرة عملية أنه أنني طلبت ووهبت وخبرة عملية أن فيه علاقة حقيقية بيني وبين هذا الإله بيستجيب وبيجيب وبيرعاني وبيعتني بي وبيحبني بطريقة عملية وليس بطريقة نظرية يعني يعني يقف المبشر المسيحي ويبشر الناس ويقول له آآ آمن أن المسيح بيحبك يقول له آآمن على أساس إيه؟ يقول له أساس أنه هو مات لأجلك على الصليف طبعا هذا نوع من التحميل الزائد على حرية الإنسان هو حيآمن أنه هو بيحبه لما يدوء محبته ومن هنا ف لا أخط كلام المبشرين ولا حاجة لا سمح الله ولكن أريدهم أن يذهبوا إلى احترام حرية وعقلية وعقلية الإنسان بأن يبرهنوا على الإيمان بالخبرة إيه اللي يبرهن لأن الله بيحبني إن أدوء محبته طيب هل أنا غير قادر على إن أدوء محبته لأنه هو اللي حايش محبته ولا أنا اللي ما انفتحتش لمحبته أهو ده اللي اسمه الإيمان بقى العملي أو الإيمان بمواعيد الله يعني المجمل في الفكرتين بالإيمانيتين أيمى على أساس البرهان والخبرة والتذوق العملي والاقتناع الحر بكامل الإرادة غير المضغوط عليها من أي مؤثر من المؤثرات نعم بس هو حضرتك رحت في الشرح والتوضيح لمفهوم الإيمان لكن ما تطرقناش لمنطقة الشك يعني لأنه يعني لأنه مرحلة مهمة أوي في حياة بعض البشر يذهب إليها يستمر في الشك وصولا لي اليقين اللي حضرتك أشرت إليه في الإيمان المسيحية والمسيح كيف تعامل مع هؤلاء المشككين اللي قبلهم في حياته ويريد نقدر ناخد نمازج من هؤلاء المشككين على مختلف العصور وإزاي اتحولوا من حالة الشك إلى اليقين لأنه واضح أنه طبعا احنا بنشير لمنطقة مهمة جدا اليقين والامتلاء دي المحبة بعد مرحلة الشك ده إن كان يعني الإنسان ده حياخد المشوار ده علشان هو عايز يروح للامتلاء باليقين فضل حضرتك هو احنا هناخد مثال من حياة المسيح لكيف تعامل مع حالة الشك ولكن في حاجات في عالمنا النهاردة لا تنطبق على حياة المسيح وتعاملاته مثل مثل واحد من أهم أسباب الشك إنه ما يقدم للناس من تبشير أو تعليم أو دعوة أو فكر أو أي شيء ينتمي إلى الله في الحقيقة بيقدم صورة مختلفة عن الصورة اللي المسيح قدمها لنا على الله ومن ثم فنحن غير مسؤولين عن هذه الصور يعني النهاردة لما تيجي تقول لي إن ربنا قال لي يشوع احرق الأطفال والستات والكبر والصغيرين أنت تقدم صورة مشاوهة عن الله وتقدم قراءة غير ناضجة للعهد الأديم والموروث اليهودي وفي كل الحالتين إذا كان الله يعني باطش قتال للناس وبهذا القدر من الافتراء طب ونأمن به ليه ف يعني هذا قليل من كثير بس عشان هذه ليست كل الصور السلبية عن الله يعني واحدة من الصور السلبية اللي بقدمها سارتر عن الله اللي موجودة في في أزان الكاثرين قال على لسان كبير الآلهة جوبيتر أن للندم رائحة خاصة في خياشيم الآلهة يعني يعني هو يريد أن الناس تخطئ عشان تقول له ارحمني يعني بعبارة أخرى أن الإيمان صار استعباد للإنسان وليس علاقة اقتناع وحب وكثير من هذه الصور كثير 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 جدا اللي في الآخر بتخلي الناس تشك بتخلي الناس تطفش من الإيمان هو مش شك هو رفض هو رفض لصورة هذا الإله وفي الآخر حتقول لي ومن المسؤول على هذه الصورة رجال الدين رجال الدين اللي هما افترضوا أنهم المتحدثين الرسميين باسم الله وهم غير كده طبعا وافترضوا أنهم الذين يملكون الحقيقة وهم يعني بيقدموا شيء غير الحقيقة ورفض البشر لهذه الصورة أكبر رد عليهم يعني كثرة من رجال الدين بلاش نعمم يعني كثرة أكبر رد عليهم أنه لا نريد هذا الإله القمعي هذا الإله المستعبد هذا الإله المتغطرس وهكذا هذه الصورة وهذا الرفض يعني قديم قدم الفليسوف اللي قال أبانا الذي في السماوات ابقى فيها وده واحدة من ثمات الحاد العصر الحديث الحاد العصر الحديث لم يعد تشكك في وجود الله ده كان الحاد ما سبق كمية البراهين العلمية ونقدر نقول الأشياء كثيرة منها في وقته يعني خلاص مسألت أنه في قوة عقلة وراء هذا كون أمر شبه محسوم يعني في غالبية العقول ولكن الحاد العصر الحديث هو رفض لهذه الصورة غير المرغوبة للألوها وهي الحقيقة رفض لرجاء الدين أنفسهم اللي قدموا هذه الصورة واللي تقمصوا سكرتارية الألوها وجابوا النتائج هذه يعني يعني ببساطة شيئة جدا من التاريخ من المسؤول الأول عن حركة الإلحاد في أوروبا الإجابة كنيسة كاثريكية كلام تاني مفيش الإجراءات القمعية ومحاكم التفتيش والظلم والإفترة والتغطرس الديني كان هو الذي وضع بالذور حركة الإلحاد فده ليس اسم الشك هذا رفض وليس شك لكن الشك أنه الإنسان يبقى عنده خبرة فاشلة وعايزة تتعالج يبقى عنده موقف إيماني طفولي وانكسر إيمان يعني مثلا سمع الوعز بيقول إن ربنا بيستجيب الدعاء لكل من يدعو إليه مثلا فادعو عشان تاخد اللي أنت عايزه فروح البيت ووقف يدعوه وقال له يا رب أنا عايز عربية مرسيدس فمحدش جاب له مرسيدس فتشكك الأسباب أهو إن اللي قال له الكلام قال له بطريقة غير صحيحة هي مش فوضى لدرجة إن كل واحد يقول أنا عايز ربنا بيشتغل عندهم وبيجيب لهم خادم لرغباتهم طبعا ليس هكذا تعريف الإيمان حسب الإنجيل يعني حسب المفهوم المسيح والحاجة التانية إن هو صدق هذا الكلام السازج ورح يطبقه فانكسر إيمانه فحصل شك مثلا ومن هنا فهناك خبرة محبطة تحتاج لعلاق إحنا يعني إن هو فنقدر نقول إن إحنا عندنا شك صحي وده كان موجود في لحظة صلب المسيح هل نقدر نقول على الشك في الوقت ده إنه كان شك صحي وأنه لدينا بقى في المراحل اللي حضرتك أشرت إليها ده شك مرضي وله الأسباب الخاصة بيه بالزبط كده نقدر نقول إن فيه شك نتيجة كسرة أو حالة ضعف وسألتني المسيح تصرف إزاي إنه ييروس بنته كانت مريضة جدا فجاء يطلب من المسيح أن يذهب معه إلى البيت يشفي ابنته المريضة وهو ماشي معاه رايح معاه البيت جيه خدم الخدمين بتوعه قاله لا تتعب المعلم لأن البنت ماتت فهو طبعا اتصدم من خبر فالمسيح عمل شدده قال له ما تخافش آمن وتشدد وأنا جاي معك فكيف تعامل المسيح مع حالة الشكل اللي هو خبرة انهزامية أمام موقف بهذا الشكل بالتشديد والتشجيع وجرعة أقوى من المحبة والإيمان حتى شاف المعجزة بعينيه لما راح البيت وأوم البنت من الموت أما الجزء الأولا من حديث حضرتك اللي هو الشك الصحي مئة بالمئة هناك شك صحي ومن ينكر على الإنسان حقه في الشك الصحي هو ينكر حقه في الحرية والتفكير ولولا الشك الصحي يعني ايه الشك الصحي البحث عن الحقيقة البحث عن البرهان فلولا اعمال العقل فلولا الشك الصحي لما صار الإيمان راسخا في قلوب الكاثرين من أمثالي أنا أنا الإيمان الراسخ اللي أنا واقف عليه النعاردة وأنا بتكلم معاك اللي وصلني للنقطة دي هو الشك الصحي في سن العشرين أو الواحد العشرين فمن حق الإنسان ووجود من يلومون الشك الصحي عليهم أن يغادروا عصرنا ويذهبوا إلى العصور الغابرة يعيشوا فيها بدل من أن يشوشوا على عقول الناس وعلى حرية الإنسان في معرض حديث حضرتك عن الإيمان تطرقت لي مستويين في الإيمان في المسيحية في العقيدة والإيمان بوعود الله دول منطقتين مختلفتين يعني بمستويات ولا هي حزمة واحدة هم مجالين مختلفين أو متميزين بلاش مختلفين وبقواعد مشتركة الشخص الموجودين في المستويين دول هل برضو مميزين في الحالة الإيمانية وفي الردبة الإيمانية ولا لا متساويين مع بعض هو صدقني الإيمان بالمسيح اللي مبني على اللي احنا سمنا الإيمان العقيدي قد يكون هو الأسهل لأنه البراهين كانت وما زالت مستمرة المعاجزات اللي هي قال عنها إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي كانت ولزالت لغاية النهار بتحصل هنا وهناك مش في كل مكان متوفر بس موجودة فأظن إن هذا هو الأسهل وهذا هو خطوة البداية أما الإيمان اللي هو التصديق معيد الله فأظن إنه هو الحاجة اللي عايز تدريب حتى تتقوى كما تتقوى العضلات والنبات اللي عايز يتزرع ويتروي كما تنمو حبة الخردل أو حبة الفصولية فهو عايز الخبرة والممارسة حتى ينمو ويتقوى نعم نياف ترام البعض بيقول إنه يرى إنه الإدراك الإنسان لقيم الحق والعدل والخير وتتطلب منه إنه يكون مؤمن بالغير هو يعني عفوا في تعليم المسيحي حنختلف مع هذا الطرح لا يوجد إمام بالغير دون برهان بالعقل في المسيحية تماما لا يوجد شيء اسمه مفروض على المسيحي أن يؤمن بغيبيات لكنه من حقه أن يبدأ بالمطالبة بالبرهان والشرح والفهم ففكرة الإمام بما هو غير منظور بقى اللي هي التعبير المسيحي عن الغيب هي ثمرة المقدمة اللي حصلت أو هي نتيجة أنه 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 أن الجيل قدم له مقدمة القصة مبرهرة ومن ثم من الطبيعي أن تصدق بقيتها مدام المقدمة مبرهنا اللي هو غير المنظور يعني نقدر نقول انه المسيحية لا يوجد بها غيبيات ليس لا يوجد بها غيبيات ولكن ليس بهذا التعبير يوجد بها ما هو غير منظور لان وقته لم يأتي بعد مثل اذا اقنعتك بالبرهان بمقدمة الحقيقة مثل ايه النهاردة انا قدمت لك البرهان انه بيعمل اعمال ابو بيشفيك من الامراض المستعصية ولكن باقي القصة انه هنالك وعد الحياة الابدية الحياة الابدية غير منظورة ووقتها لم يأتي لك بعد لكنها بقية القصة وهذا هو معنى تصديق ما هو آت وليس ما هو غيبي نحن لا نستعمل كلمة غيبي في اللوت المسيح في حد بيسأل بيقول هل هناك قواعد وضعت في الكتاب المقدس لقياس ايمان البشر وعدم ايمانهم يعني هو القواعد او الامثلة اللي اتحققت فيه قصص كثيرة هي الثبات على الايمان على الرغم من انه ان الانسان يتواجه بما هو معاكس للفكرة الايمانية طبعا كده هل نتكلم على الخبرة هل نتكلم على مؤخرة القصة وليس مقدمتها فهو استقبل الايمان بالبرهان اولا ودخل فيه وبعدين بينتقل الى اعود الله وهنا هنتحول الى الثبات في الايمان يبقى المعيار هو الثبات في الايمان على الرغم من مواجهة ما هو معاكس للايمان يعني هل نقدر نقول في منطقة الشك حد بيسأل بيقول هل نقدر نعتبر الشك ده اختبار حقيقي لإيمان الانسان ورحلته الايمانية ده نقدر نقول كده مفيش ما يمنع ان نعتبره اختبار حقيقي لرحلته الايمانية على الاقل ان نقول هذا مفيد له هو شخصيا ان يختبر يعني صلابة ايمانه من عدمه في عجالة نيافة الانبل ان الوقت بيدهمنا عندنا بعض الاحداث في المسيحية ورجال الدين المسيحي اللي راحوا لمناطق اللي انه بيفكر انه بيقول رأيه في الايمان واللي اطلق عليهم لفظ المهرطقين هؤلاء راحوا لمنطقة التشكيك ولا دول خرجوا عن الايمان نهائيا وما نقدرش نقول عليهم ان هما كانوا باحسين عن الحقيقة وان هما كانوا بيفكروا وانه كانت فيه معايير الكنيسة حطاها ودول خرجوا عن هذه المعايير وعلشان كده هما يعني الكنيسة استخدمت حقها فيه اخراجهم من الايمان المسيحي طبعا فيه فرق يا دكتور بين معايير الهرطقة في الكنيسة المسيحية وبين الفوضى اللي اخلاقية اللي بتحصل في هذه الايام انه يعني رجل الدين يعطي نفس الحق ان يرمي اي شخص بالهرطقة او ناس غير ملتزمة لفظيا ترمي اخرين بالهرطقة هذه فوضى غير اخلاقية وسيدانه عنها امام الله لان الكتاب مؤدس قال صراحة ان مبرئ المزنب ومزنب البريء كلاهما مكرهة الرب ومن ثم فالذين يستسهلون كلمة الهرطقة والاتهام بها او تداولها ينبغي ان يتوقعوا انهم سيقفوا امام ادينونة الديان العادل لان كل كلمة بطالة سيعطي الناس عنها حساب في يوم الدين وليتحذر كل واحد من ان يكون مفتريا على غيره بكلام ظلم سيدفع ثمنه في وقت الدينون اما ما كان يحدث في الكنيسة الاولى فالاتهام بالهرطقة له قواعد يا دكتور والقواعد هي انه قال اريوس كلاما عن طبيعة المسيح منافيا لتعليم الكنيسة اولا يقدم له ما يدلل على تعليم الكنيسة الصح من الكتاب المقدس ومقارنة بما يقوله هو ثانيا يقدم ما يدلل على على ان هذا هو التعليم الصحيح من تعليم الاباء السابقين وقواعد الكنيسة يعني اللاهوت المستقر في صلوات الكنيسة ثالثا يعرض عليه ما هو صحيح مقارنة مع ما هو خاطئ الخطأ اللي انت بتقوله اهو والصح اللي مؤيد بتعليم الكتاب المقدس واقوال الاباء اهو ويعطى فرصة للاجابة عن نفسه واتخاذ قراريه الاجابة عن نفسه يعني يطرح وجهة نظر ويتناقش فيها واتخاذ قراريه يعني في الاخر يقول انا نادم على ما حدث او انا مصر على ما حدث اه ما قلت وهنا يصير الاتهام بالهرطقة مبني على هذه الاسس وليس اه كما يحدث في هذه الايام انه اه بعض رجال الدين بناء على اهواء او احقاد شخصية اه يرمون الاخرين بالهرطقة دون ان يقدموا برهان هذه دينونة عادلة ستصير الى كل هؤلاء ايه احداك تقول انه الكنيسة وفرت المحاكمة العادلة باستخدام المعايير المنطقية اه لكل من ذهب الى هذه المنطقة وداته فرصة يراجع نفسه وداته فرصة انه يتناقش نعم شكرا كنافة الامة عزيزي المشاهدين حمكة بكون وصلنا لاخر حاجة في حلقتنا النهاردة مستمرين مع حضراتكم في حلقتنا القادمة في استعراض باقي القضايا اللي محتاجين ان احنا نتعرف على طبيعتها والخروج من كتير من المشاكل اللي بيتقابلنا في حياتنا اشكرك نيافة الامة مكسيموس على سعة صدرك وتحليلك للقضية اللي احنا كنا بصددها في هذه الليلة انا اللي بشكرك على هذه الفرصة لاضاحة الحقائق شكرا جزيلا شكرا لكم عزيزي المشاهدين ونلتقي بكم في الاسبوع القادم وحلقة جديدة من بنامجنا أنا وقريبي فإلى اللقاء